الرئيس السيسي يوجه ببلورة خطة المتكامل للانتهاء من القضايا المتأخرة بالمحاكم خلال العام القضايا الجاري مدبولي يستكل متابعة خطوات تقفيف البيانات وحوكمتها بشأن هيكلة منظومة الدعم وخلال اجتماعهم التشاوري بالكويت وزراء الخارجية العرب يناقشون الوضع العربي والتدخلات الإقليمية السادسة مساء بتوقيت القاهرة الربيع بقيت جرينتش نشرة اخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بك وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام وزارة العدل ببلورة خطة متكاملة لانتهاء من القضايا المتأخرة خلال العام القضايا الجاري داء ذا لتاخل الاجتماع الرئيس السيسي مع وزير العدل المستشار عمر مروان اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة العدل لإنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم فضلا عن إعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية وقد استعرض المستشار عمر مروان في هذا الإطار قاعدة البيانات التشريعية القومية الصادرة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي التي تتناول القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء والاتفاقات الدولية الصادرة حتى نهاية عام 2021 حيث وجه السيد الرئيس بدراسة سبل إتاحة هذه القاعدة الهمة والسرية لكافة الوزرات والجهات الحكومية والمهتمين بالشأن القانوني للاستفادة منها كما تبع السيد الرئيس جهود إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة أخذا في الاعتبار أن القضايا المدنية المتدولة بالمحاكم قبل عام 2020 تمثل 12% من إجمالي القضايا المدنية المتدولة في الأول من يناير 2020 كما أن قضايا الأسرة المتدولة بالمحاكم قبل عام 2021 تمثل 3.5% من إجمالي القضايا المتدولة في الأول من يناير 2021 مواجها سيادته بقيام وزارة العدل ببلورة خطط متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائي الجهري أضف المتحدث الرسمي أن سيد وزير العدل عرض أيضا جهود الوزارة للحد من حالات الطلاق بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء وذلك من خلال يصق للمهارات المهنية والمجتمعية للمأذونين للتأكد من وقوع الطلاق بكامل أركانه ومحاولة الصلح بين الزوجين قبل توصيق الطلاق كما اطلع السيد الرئيس على مستجدات أعمال التطوير التقني للمنظومة القضائية وما يلحق بها من إضافات خاصة ما يتعلق باستخدام الذكاء للصناعية فضلا عن الموقف التنفيذي لإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى متابعة سيادته لتنفيذ القرارات الخاصة بإدراج العنصر النسائي من بداية السلم الوظفي للتعيين في كل من مجلس الدولة والنيابة العامة عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي اجتماعا لاستكمال متابعة الخطوات التنفيذية لتطقيق البيانات وحوكمتها بشأن ملف هيكلة منظومة الدعم وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تستهدف التأكد بالفعل من وصول الدعم الذي تتحمله الموازنة العامة للدولة إلى مستحقية واستبعاد الفئات غير المستحقة من خلال قاعدة بيانات بما يؤدي إلى حوكمة المنظومة بالكامل كما وجه مدولي أيضا بدراسة التصور المخترح بشأن محددات التعامل مع ملف هيكلة منظومة الدعم بالتنسيق بين الوزرات المعنية والخروج بنتائج وتصور نهائي وجه رئيس مجلس الوزراء باهمية استمرار التواصل مع المستثمرين الراغبين في الحصول على الأراضي لإقامة مشروعات أو التوسع في الأنشطة التي تستهدفها الحكومة خلال هذه المرحلة جاء ذلك خلال اجتماع المدبولي بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة الجهود المبذولة للتغلب على معوقات الاستثمار فيما يتعلق بتخصيص الأراضي للمستثمرين وشدد مدبولي خلال الاجتماع على سرعة الرد على أي طلبات يتم تقديمها من قبل المستثمرين مكلفا بتشكيل مجموعة عمل تختص بحل مشكلات المستثمرين والتنصيق بشأن المعوقات والشكاوى المختلفة في سياق آخر عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة جهود الدولة المبذولة لمتافحة وعلاج الإدمان والتعاطي واخرها الاجتماع تم استعراض تقرير يرصد مقارنة لبيانات المسح القومي الشامل للتعاطي والإدمان الذي تم إجراؤه خلال العامين 2015-2020 وقد سجلت مؤشرات المسح انخفاضا في نسب التعاطي والإدمان خلال عام 2020 مقارنة بالبيانات والمؤشرات التي تم رصدها عام 2015 كما نوهت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباش خلال الاجتماع إلى الانتهاء من إعداد الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات ومخاطر التعاطي والإدمان لعام 2022-2026 والتي من المقرر أن يتم تنظيم فعالية لها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاق هذه الخطة استقبل وزير الداخلية محمود توفيق بمقاري وزارة الداخلية الفريق أول محمد زاكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب قوات المسلحة ووفدا من كبار قادة القوات المسلحة جاءت تلك الزيارة بهدف تقديم التهنئة لوزير الداخلية ولهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لعيد الشرطة استقبل السيد محمود توفيق وزير الداخلية الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ووفدا من كبار قادة القوات المسلحة لتقدم التهنئة لسيادته ولهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لعيد الشرطة في بداية اللقاء أكد الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن معركة الإسماعيلية الخالدة تجسد صفحة مضيئة من سجل الوطنية والنضال المصري وتعكس تلاحم الشعب المصري مع شرطته في سبيل الدفاع عن الوطن وأمان المواطنين في مواجهة عدو تسلح بعتاد وذخيرة معربا عن تقديره لتضحيات رجال الشرطة المتواصلة في مواجهة الإرهاب ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها والتصادي لكل من يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره من جانبه أشهد السيد محمود توفيق وزير الداخلية بما تقدمه قواتنا المسلحة الباسلة لتدعيم ركائز الأمن والتنمية والاستقرار في كافة ربوع البلاد مشيرا إلى التعاون الوثيق والمستمر بين رجال الشرطة وأشقائهم في القوات المسلحة باعتبارهم جناح الأمن للأمة المصرية مؤكدا أن التاريخ يسطر لتلك المؤسستين العريقتين بأحرف من نور تواصل الأجيال في مسيرة البذل والعطاء وفاء لتطلعات الشعب المصري العظيم وفداء لوطن حقق بإنجازاته الشامخة مكانته عبر العصور وفي نهاية اللقاء قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بإهداء السيد محمود توفيق وزير الداخلية درع القوات المسلحة كما قدم وزير الداخلية درع هيئة الشرطة للقائد العام للقوات المسلحة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة هذا وقد حضر اللقاء كبار قادة القوات المسلحة وهيئة الشرطة في إطار توجيهات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى لقوات المسلحة بالاهتمام والتطوير المستمر لمنظومة الأجهزة التعويضية وإنتاجها في مصر يتم تنظيم الملتقة الدولية الثانية لطلاب الدراسات العليا في الخارج تحت رعاية القوات المسلحة يأتي الملتقة تحت عنوان تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة وذلك يومي السادس والعشرين والسابع والعشرين من شهر فبراير المقبل ويهدف الملتقة إلى إلقاء الضوء على أهم التكنولوجيات التي تخدم احتياجات المجتمع العربي والدولي الحالية والمستقبلية ورسم خارطة طريق متطورة للأبحاث والابتكارات التطبيقية كما سيتناول أيضا الملتقة فرص تمويل المشروعات البحثية والمنح التي تسم في تطوير مجال الأجهزة التقويمية والأطراف الصناعية ومساعدات الحركة بحث سفير مصر لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي بدر عبد العاطي مع عدد من تبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي والحكومة البلجيكية بحثوا ملفات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي بين مصر وكل من الاتحاد الأوروبي وبلجيكا وتترقت اللقاءات إلى سبل دفع تطوير وتعمق هذا التعاون خاصة فيما يتعلق بتجديع الاستثمارات الأوروبية في مصر من خلال إصدار دمنات الاستثمار من المفوضية الأوروبية والتعاون والتنسيق المشترق اتصالا بالتحضير لاستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ قاب 27 فضلا عن برامد التعاون المالي بين مصر والاتحاد الأوروبي وبرامد دعم الموازنة المصرية أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت أنه تم تناول الوضع العربي بكامله بكل مشكلاته خلال الاجتماع التشوري لوزراء الخارجية العرب في الكويت وأوضح أبو الغيت في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباحة عقب ختام الاجتماع أوضح أنه تم أيضا تناول الوضع الإقليمي والتدخلات الإقليمية مشيرا إلى وجود تفاهمات حول كيفية التحرك من اليوم وحتى التاسع من مارس القادم موعد الاجتماع القادم للمجلس الوزري بالقاهرة في هذا الاجتماع اليوم تم تناول الوضع العربي بكامله بكل مشكلاته الوضع الإقليمي التدخلات الإقليمية وأيضا الوضع الدولي وتأثيره على الوضع الإقليمي والوضع العربي طبعا فيه تفاهمات كيف نتحرك من اليوم حتى تسع مارس الاجتماع القادم في المجلس الوزري في القاهرة ثم الاجتماع الذي يليه الذي يسبق انعقاد الجماعية العامة فيه أيضا حوالي تسعة عشرة تمانية سبتمبر لم يتفق على الموعد بعد بصفة عامة مثل هذه الاجتماعات أثبتت التجربة والنقاش أن الوزراء لا يقيدهم شيء في الحديث وبالتالي بينطلقهم في أي اتجاه وبيتحدثوا مع بعضهم بكل الصراحة وهذا يعود علينا جميعا بالفائدة وقال الأبين العام لجماعة الدول العربية إن وزير خردية اليمن أحمد عوض بن مبارك قدم للاجتماع الوزري رؤية بلاده بخصوص التسوية السياسية وأشار أبو الغيت إلى أن قوات الحوثي ترفض رؤية الحل السياسي وذلك في ظل دعمها من قبل إحدى القوى الإقليمية اسمح لي سيدة الوزير ووزير خارجية اليمن أيضا قدم للاجتماع الوزاري رؤية محددة بما ترى اليمن والجهد الذي يبذل إلى تسوية سياسية وأن الجانب الحوثي هو الذي يرفض مدعوما بقوة إقليمية واضح جدا تدخلها في هذا النزاع من جانبي أكد وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح أن الاجتماع التشوري لوزراء الخارجية العرب خلوصا إلى نتائج إيجابية وخلال المؤتمر الصحفي أشار وزير خارجية الكويت إلى أن مبادرة إعادة بناء الثقة بين لبنان والدول الخليجية عربية وليست كويتية بحتة مضيفا أن الكويت تلقت ردا لبنانيا على مبادرة إعادة بناء الثقة وأن هذا الرد تتم دراسته في الوقت الحالي مثل ما ذكرت الآن استلمنا الورقة ومجرد أن أتانا الرد هو بحد ذاته لعلها خطوة إيجابية من المسؤولين اللبنانيين بالتعامل بالشكل المطلوب مع المقترحات لإجراءات بناء الثقة مع لبنان الآن نحن بصدد دراستها وأشقائنا في دول المجلس وإن شاء الله بناء عليها يتم أخذ الخطوات المناسبة وعلى هامش مشاركته بأعمال الاجتماع التشوري لوزراء الخارجية العرب التقى وزير الخارجية سامح شكري نظيره الأردني أيمن الصفدي وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين كما بحث الوزيران تنصيق المواقف حيال التطورات الإقليمية في ضوء توجيهات القيادة السياسية في البلدين وما يجمع مصر والأردن من أواصر أخوية راسخة على المستويين الرسمي والشعبي وكان وزير الخارجية قد التقى بناظره الكويتي أحمد ناصر الصباح حيث أكد شكري على العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع مصر والكويت والشعبين الشقيقين وأهمية مواصلة العمل على تطوير مجالات التعاون الثنائية كما أكد شكري أيضا على موقف مصر الثابت من رفض أي تدخلات في الشؤون الدول العربية ومساندة مصر لأمن واستقرار دول الخليج العربي باعتباره وثيق الصلة بالأمن القومي المصري بحث ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد النهيان والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات بحث جوانب التعاون في ضوء اتفاق السلام الذي وقعه البلداني خلال عام 2020 جاء ذلك خلال جلسة المحادثات التي عقدها ولي عهد أبو ظبي ورئيس إسرائيل في قصر الوطن في أبو ظبي وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن اللقاء تناول كذلك عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة بهود تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في منطقة أشرق الأوسط قال البطريارك الماروني في لبنان بشار الرعي أن قرار السياسي البارز سعد الحريري بتعليق دوره في الحياة السياسية ومقاطعة الانتخابات البرلمانية يجب أن لا يستخدم كذريعة للدعوة إلى تأجيل الانتخابات وأوضح البطريارك الماروني أنه فوجئ بقرار الحريري الذي تولي رئاسة الحكومة ثلاث مرات وعبر عن أمله في استمرار مشاركة المكون السني في الانتخابات معربا عن الرغبة في أن تبقى الطائفة السنية على حماسها للانتخابات لكي تأتي معبرة عن موقف جميع اللبنانيين أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق انطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين ومن جهة أخرى أعلنت الخلية القبض على ثلاثة إرهابيين في الأنبار وتم القبض على سبعة عشر متهما من بينهم إثنان بتهمة الإرهاب في العاصمة بغداد مشاهدين الكرام السالسة مستمرة معكم وتتابعون فيها بريطانيا تعتزب إقرار تشريع جديد لفرض عقوبات على روسيا حال هدومها على أخرى قالت بريطانيا إن احتمالية هجوم روسيا على أوكرانيا كبيرة للغاية وأوضحت وزيرة الخارجية البريطانية ليستروس أن بلادها سوف تقر تشريعا هذا الأسبوع يسمح لها بفرض عقوبات على شخصيات وكيانات في روسيا ممن لها علاقة بالأزمة الأوكرانية كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعلن أن بلاده ستعرض على حلف شمال الأطلنطي الناتو عملية انتشار عسكري كبرى في أوروبا ردا على تصاعد ما سماه بالعداء الروسي تجاه أوكرانيا وأشار جونسون إلى أن العملية المقترحة تشمل نشر قوات وأسلحة وسفن حربية وطائرات مقاتلة في أوروبا وفيما له صلة قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن أوكرانيا ليست مستعدة لأن تكون عضوا في الناتو ولن تكون عضويتها مفيدة للحلف وأضف لافروف أن عضوية أوكرانيا في حلف الناتو ستؤثر بشكل خطير على العلاقات بين روسيا والحلف كما ستكون انتهاكا صارخا لالتزامات رؤساء الولايات المتحدة والدول الأعضاء الأخرى في الحلف من ناحية أخرى قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولايا باتروشاف أن بلاده لا تهدد أوكرانيا بأي شكل من الأشكال وصفا كل التصريحات التي تزعم عكس ذلك بغير المبررة أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي التزام الولايات المتحدة الأمريكية بتعزيز قدرة أوكرانيا للدفاع عن نفسها وخلال اتصال أجره مع قائد العام لقوات المسلحة الأوكرانية قال ميلي إن من حق أوكرانيا أن تكون مستقلة وتتمتع بسيادتها وسلامة أراضيها وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في دعم أهداف أوكرانيا وملتزمة بتعزيز قدرة كييف على الدفاع عن نفسها قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون جون كاربي إن الولايات المتحدة لا ترى أي مؤشر يدل على مشاركة الصين في الوضع حول أوكرانيا ورد على سؤال حول احتمال دعم الصين لروسيا فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا أوضح كاربي أن بلاده لا ترى أي مؤشر يدل على أن الصين ستتدخل في الموضوع بأي طريقة ووفقا للمتحدث باسم الفينتاجون فإنه في حال حدوث تصعيد في أوكرانيا من جانب موسكو ستتعرض روسيا ليس فقط لعواقب اقتصادية جدية بل ستزداد عزلتها قال وزير الصحة النمسوي إنه من المتوقع أن تكون ذروة الإصابات بمتحور أومايكرون من فيروس كورونا في السابع من فبراير المقبل وأضاف أن الإصابات اليومية بفيروس كورونا مازالت مرتفعة وبالشدة وتجاوزت اليوم السابع و 27 ألف حالة مع ارتفاع حاد بالحالات في العاصمة فيينا بشكل أكبر من بقية الولايات الفيدرالية وأوضح وزير الصحة النمسوي أن الوضع الوبائي لا يزال حارجا ولكن الإشغال في المستشفيات مستقر ولم يصل إلى المستويات الخطرة التي تتطلب العودة إلى الإغلاق قررت الفلبين تخفيف قيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا في العاصمة مانيلا ومناطق أخرى اعتبارا من مطلع فبراير المقبل وسط انخفاض حاد في حالات الإصابة بالفيروس ومن المقرر أن يتم العمل بقيود المستوى الثاني في تلك المناطق خلال الفترة من الواحد الأول إلى الخامس عشر من فبراير حيث يتم مرادعة القيود كل أسبوعين بناء على الوضع الوبائي وكانت الفلبين قد شهدت مؤخرا ارتفاعات قياسية في معدلات الإصابة بفيروس كورونا مدفوعة بانتشر المتحور أومايكرون الشديد العدوى ومع تصاعد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتواصل الإجراءات ما بين تعزيز حملات التطعيم والإغلاقات ففي بريطانيا تم إطلاق حملات التطعيم للأطفال بينما شهدت كندا وفرنسا احتجاجات في مواجهة الإجراءات المشددة لمواجهة الفيروس على وطيرة تصاعدية تستمر أزمة وباء كورونا حول العالم وخاصة مع وجود المتحور أومايكرون لتتخطى الإصابات أكثر من 367 مليون و600 ألف إصابة وتقترب الوفيات من كسر حاجز الملايين الستة الأرقام القياسية باتت المميزة لإصابات كورونا حول العالم حيث سجلت عدد من الدول ومنها روسيا وكوريا الجنوبية أرقاما لم تحققها منذ بدء الجائحة التعامل مع الجائحة يتبين من دول لأخرى ففي بريطانيا انطلقت اليوم حملة لتطعيم الأطفال من سن خمس سنوات حتى 11 عاما ضد كورونا وسيحصل الأطفال على جرعتين من لقاح فيزر بايونتيك بما يعادل ثلثة جرعة البالغين التجاوب مع التطعيمات في بريطانيا يقابله رفض وتظاهرات في مناطق أخرى ففي كندا تجمع ألف المتظاهرين في العاصمة الكندية أوتاوى للاحتجاج على إلزامية اللقاحات والكمامات وعمليات الإغلاق وفي فرنسا تظاهر معارضون لشهادة التطعيم في عدة مدن في البلاد بعد بضعة أيام من تنفيذ آلية تشدد إلزامية الشهادة الصحية المفروضة لحث المواطنين على تلقي التطعيمات وإلى الشرق الأقصى حيث لم تمنع الإجراءات المشددة للسلطات الصينية قبيل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية من ظهور إصابات بين أعضاء الفرق المشاركة كان آخرها تسجيل خمس إصابات بأعضاء البعثة الكندية الأوضاع تكشف أن فيروس كورونا يتمسك بأرصدته مما أشاعه من القلق والحيطة في العالم ويرفض التنازل عنها عبر متحورات جديدة تظهر يوما بعد يوم أعلنت الصحة الكويتية بدء تطعيم الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاما بلقاح فيروس كورونا وأوضحت الوزارة أن اللجانة الفنية المختصة بلقاح كورونا اعتمدت لقاح فايزر بايونتاك لهذه الفئة العمرية وشددت الصحة الكويتية على أنها ستقوم بتقديم الخدمة للأعداد التي بادرت أو ستقوم بالتسجيل من أجل الحصول على اللقاح أطلقت كوريا الشمالية أقوى صاروخ لها منذ عام 2017 بحسب ما أعلنت السلطات الكورية الجنوبية وهذا الاختبار يعد هو السابع الذي تجريه بيونج يانج منذ بداية العام وكانت آخر مرة قد أجرت فيها كوريا الشمالية عددا كبيرا من التجارب خلال عام 2019 بعد انهيار المحادثات بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جانج أون ورئيس الأمريكي أنداك دونالد ترامب ومنذ ذلك الحين بلغت المحادثات بين البلدين طريقا مسدودا وأصبح اقتصاد بيونج يانج يعاني من جراء العقوبات الدولية وإغلاق الحدود الذي فرضته كوريا الشمالية على نفسها في مواجهة كورونا هذا وقد أدان الجيش الأمريكي إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا جديدا في بحر اليابان وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في المحيط الهادي إن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا جديدا في بحر اليابان هو الاختبار السابع لها منذ بداية الشهر ودعت القيادة الأمريكية بيونج يانج إلى الامتناع عن المزيد من الأعمال المزعزعة للاستقرار توجه الناخبون في البرتغال إلى مراكز الاقتراع للإدلاق بأصواتهم في الانتخابات التشريعية التي تجرى قبل عامين في موعدها الرسمي بعد أزمة سياسية سببها مشروع قانون مرفوض بشأن الانفاق وتواجه الحكومة الحالية تحديا كبيرا من الحزب الديمقراطي الاجتماعي المنتمي لطيار يمين الوسط والخصم اللدود للاشتراكيين وهناك قرابة 10.8 ملايين ناخب برتغالي يحق لهم التصويت لاختيار 230 نائما في البرلمان ثم تقرر من سوف يشكل الحكومة الجديدة في ظل قيود كورونا دعي البرتغاليون للإدلاق بأصواتهم في الانتخابات التشريعية وذلك في ثالث انتخابات يتم تنظيمها في زمن الجائحة بعد الانتخابات الرئاسية قبل عام والانتخابات البلدية في سبتمبر الماضي وأقرت السلطات البرتغالية السماح للناخبين المصابين بكورونا والمعزولين بمغادرة المنزل للإدلاق بأصواتهم لمدة ساعة بين السادسة والسبعة مساء عندما تكون مراكز الاقتراع أقل ازدحاما وتمت الدعوة إلى الانتخابات المبكرة بعدما أخفق رئيس الوزراء أنطونيو كوستا في كذب التأييد لمزينيته للعام 2022 من الحزبين اليساريين الذين كان يدعمان حكومته ووفقا لاستطلاعات الرأي يحظى الاشتراكيون بدعم 38% من الناخبين مقابل نحو 30% لحزب المعارضة الديمقراطية الاجتماعية ما قد يحرم كوستا مجددا من غالبية فعالة في البرلمان وانتقد كوستا حلفاءه السابقين الكتلة اليسارية والحزب الشيوعية ووصفهما بأنهما غير مسؤولين لتصويتهم ضد ميزانيته ونشد الناخبين منحه أغلبية مطلقة في البرلمان المؤلف من 230 مقعدا ولفت كوستا إلى أنه في حال فاز حزبه بأكبر عدد من الأصوات ولكن من دون تحقيق الأغلبية ستكون استراتيجيته الحكم بمفرده من خلال التفاوض على دعم الأحزاب الأخرى وفي إيطاليا أعيد انتخاب سيريو ماثاريلا رئيسا للبلاد بعد مرث برلماني عكس الانقسامات العميقة بين الأحزاب المشاركة في الحكومة ورغم أن منصب رئيس الجمهورية في إيطاليا فخري إلى حد كبير ولكن الرئيس يؤدي دورا رئيسيا في حال وجود أزمة سياسية حيث يتمتع بقدرة على حل البرلمان وتسمية رئيس البزراء في محاولة لإنهاء الخلاف السياسي بين الأحزاب الإيطالية وتعثر البرلمان في اختيار رئيس جديد للبلاد أعيد انتخاب الرئيس سيريو ماثاريلا لفترة ثانية بناء على طلب الغالبية العظمى من الأحزاب السياسية بالاستمرار في منصبه وذلك عقب عدة اقتراعات غير مثمرة في البرلمان على مدى اسبوع لاختيار خلفا له وخلال الجلسة التي حضرها أكثر من ألف من أعضاء البرلمان وممثلي الأقاليم في مجلس النواب حصل متر لخلال التصويت على إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية على أكثر من أغلبية الأصوات اللازمة لانتخابه والتي تبلغ 505 أصوات البرلمان الإيطالي فشل خلال الجولة الرابعة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية حيث امتنع ناخب اليمين عن التصويت فيما صوت اليساريون بورقة بيضاء وكانت الأمور تسير نحو اختيار رئيس الوزراء ماريو دراجي رئيسا للبلاد لسيما بعد فشل ممثل الأحزاب السياسية في الوصول إلى مرشح بعينه تتوافق عليه الكتل السياسية بقى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا المقرر انتهاء فترة ولايته في الثالث من فبراير المقبل في منصبه لفترة ثانية تعد المرة الثانية على التوالي التي يطلب فيها من رئيس تجديد فترته التي استمرت سبع سنوات ففي عام 2013 طلب الزعماء السياسيون من الرئيس السابق جورجيو نابوليتانو البقاء في منصبه بعد أن فشلوا أيضا في العثور على مرشح توافقي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تواصل العاصفة الثلجية التي يشهدها شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية غمر المنطقة بالثلوج مصحوبة برياح عاتية من المرجح أن تصل سرعتها إلى 120 كيلو مترا بالساعة وأشارت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إلى أن هذه العاصفة الثلجية تسمى القنبلة الأعصار وهي ظاهرة تتميز بقوة متفجرة لانخفاض السريع في الضغط الجوي في واحدة من أقوى العاصف الشتوية منذ سنوات انهمرت هذه الثلوج الكثيفة على شرق الولايات المتحدة والتي حملتها رياح تضاهي في شدتها قوة رياح الأعصار وتسببت هذه العاصف في إصدار تحذيرات مشددة من الطقس وفي فوضى في النقل وانقطاعات في التيار الكهربائي في منطقة يبلغ عدد سكانها نحو 70 مليون نسمة ومع صدور التحذيرات من العاصفة الثلجية تلقت مدن مثل نيويورك وبوستون العب الأكبر للعاصفة التي تحولت إلى ما يسمى القنبلة الأعصار وهي ظاهرة تتميز بالقوة المتفجرة للانخفاض السريع في الضغط الجوية كما تمت دعوة السكان في البلدات والمدن الواقعة على الساحل الشرقي إلى البقاء في منازلهم وتجنب جميع التنقلات غير الضرورية في هذه الظروف وتوقعت خدمة الأرصاد الجوية هبوب رياح تصل سرعتها إلى 96 كم في الساعة ودرجات حرارة شديدة البرودة مع رياح عاتية وهو ما نتج عنه إلغاء آلاف رحلات الطيران للسفر داخل الولايات المتحدة أو إليها وهبت العاصفة الثلجية في أعقاب عاصفة شتوية مماثلة غطت مساحات شاسعة من شرق أمريكا الشمالية من جورجيا إلى كندا وذلك قبل أسبوعين فقط مما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل وتعطيل آلاف الرحلات الجوية كما تتعرض شمال ألمانيا لرياح عاتية وموجات مد قوية مع اقتراب العاصفة ناديا التي دفعت السلطات إلى فرض قيود على السفر عبر السكة الحديدية والطرق وأثرت العاصفة التي تعرف باسم ناديا في ألمانيا وماليكة في بلدان أخرى بشدة على شمال أوروبا خلال نهاية الأسبوع تتحرك الآن باتجاه الشرق حذرت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية من عاصفة جديدة تم تسميتها كوري تتجه للمناطق الشمالية من المملكة المتحدة وذلك بعد يومين فقط من عاصفة ماليك التي أسفرت عن مصرع ثلاثة أشخاص هذا وقد أشارت الهيئة إلى أن عاصفة كوري سوف تجلب تقسا مضطربا في اسكتلندا ورياحا عاطية بسرعة تتراوح بين 70 إلى 80 ميلا في الساعة حيث تم إصدار تحذير من الدركة الثانية مناطق شرق اسكتلندا وشمال شرق إنجلترا بحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر طلعت مع الممثل المقيم للأمم المتحدة والاستشاري الدولي المتخصص في التنمية سبل التعاون في تنفيذ مشروعات الوزارة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس وأوضح وزير الاتصالات أنه خلال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة سيتم مضخص تثمارات تصل إلى نحو 5 مليارات و800 مليون جنيه لرفع كفاءة الإنترنت لأكثر من مليون مبنى سكني وحكومي بقرى المبادرة لتكون الرقيزة الأساسية لتقديم خدمات مصر الرقمية ولتنفيذ أهداف الدولة في تحسين مستوى معيشة المواطنين وشهد الاجتماع مناقشة سبل توفير الدعم لمشروعات وزارة الاتصالات في إطار المساهمة في تنفيذ المبادرة التفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالا السعيد مع الاستشاري الدولي للتنمية والمنصق المقيم للأمم المتحدة في مصر وذلك لمنطشة سبل التعاون المشتركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للرديف المصري حياة كريمة هذا وقد أكرت هالا السعيد أن مبادرة حياة كريمة تعد أكبر مشروع تنموي تعمل عليه الدولة حاليا وأوضحت أنه تم إطلاق المبادرة بشكل مبدئي كمرحلة أولية في يناير من عام 2019 حيث تم البدء ب375 قرية وكشفت نتائج تقييم الأثر التي أجرتها الوزارة عن أثر المبادرة على خفض معدلات الفقر وتحسين مؤشر إتاحة الخدمات الأساسية الأمر الذي شجع الدولة في توسيع النتاق الجغرافي يشمل جميع قرى الريف المصري وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم تنظيم قافلة طبية نور حياة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان البصر بقرى مركز أبو المطامير في محافظة الجيزة وتم خلال القافلة توقيع الكشف الطبية على ألف ومائة مواطن كما تم تقديم الدواء وعمل نظرات طبية وتحول الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفى القوات المسلحة بالمجدان تخيفا عن كاهل المرضى افتتح محافظة دمياط من العوضة مبادرة شتاء دافئ التي نظمتها مدرية التربية والتعليم بالمحافظة وقال محافظة دمياط إن المبادرة هدفة جدا من مدرية التربية والتعليم التي أشركت الطلبة أولياء الأمور والمعلمين من جميع مدارس المحافظة بالتبرع بملابس جديدة وبطنيات دات جودة عالية ووصلت لحوالي عشرة ألاف قطعة ملابس لإهدائها إلى أبناء قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة هدف من المبادرة دي اللي أنا كنت رسا بتكلم معهم في هذا الوقت إن الأطفال نفسها تحس ببعضها فتحس بالطالب اللي هو محتاج اللي في الكرة الأكثر احتياجا تقدر إنها تتواصل معنا تتواصل مع الحكومة أصلا أو مع الدولة في مبادرة حياة كريمة تفهم يعني إيه حياة كريمة المبادرة اللي احنا بنشتغل هنا في قرى كفرسع إدارة كفرسع وإدارة ميتة أبو غالب في بعض القرى زي ما حضراتكم شايفين المعرض كله حاجات جديدة فيها أمصان فيها بانطلنات فيها جواكت فيها بطاطين فيها الحفا فيها كوتشيات وأحزية للطلبة والأفراد المجتمع الغير قادرين المبادرة الدقي لقيت نجاح وصدق كبير في المدارس المبادرة كانت على قسمين القسم الأول كان داخل المدارس إدخال السعادة والسرور والبهجة على جميع العاملين في المدارس أول ما نجح الدكتور خالد أطلق المبادرة خارج أسوار المدارس ففعلا بدأ الطلاب ينتشروا في جميع مؤسسات المجتمع المدني زرنا مدارس فكرية زرنا عدة مدارس زرنا مؤسسة معهد الأورام بالتعاون مع بنك الطعام زرنا مؤسسة البنات الاجتماعية بعد نجاح المبادرة حقيقة وسمعت مع أولياء الأمور والطلبة وجميع العاملين أكد فاضلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف استعداد الأزهر لتقديم كل أوجه الدعم لأبناء القارة الأفريقية وتسخير إمكاناته وخبراته وخبرات علمائه وأساتذاته للنهوض بالقارة جاءت ذلك خلال استقبال شيخ الأزهر الرئيس السنغالي ماتيسال ووفد رفيع المستوى من الوزراء السنغاليين لبحث سبل تعزيز التعاون المشترق بين الأزهر والسنغال وخلال اللقاء أكد الإمام الأكبر استعداد الأزهر لاستضافة الأئمة السنغاليين في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وتصميم منهج دراسي يتناسب وتحديات المجتمع السنغالي واحتياجاته مشيرا إلى أن الأكاديمية هي إحدى أدوات الأزهر لنشر السلام العالمي أعلنت وزارة الصحة وسكان بدء تطعيم العاملين بقطاع سياحي بجرعات التنشيطية المضادة لفيروس كورونا خلال الفترة القادمة وأوضحت الوزراء أنها أتحت المواطنين المستحقين لجرعات تنشيطية إمكانية تغيير مكان تلقيهم للقاحة وذلك من خلال اتصالهم بالخط الساخن 105 وطلب التغيير مؤكدة إتاحة الجرعات التنشيطية لكافة الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم وأشارت الوزراء إلى التنسيق مع وزارة التنبيع والتعليم لتطعيم باقي الطلاب المستفيدين بالمدارس فورا تضغمهم بالدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني أعلنت وزارة التنمية المحلية تنظيمة مسابقة بالتعاون مع المحافظات وجهاز التنسيق الحضري لإعادة تأهيل وتطوير 27 ميدانا رئيسيا بعواصم المحافظات على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لإعادة الوجه الحضري للبلاد بتطوير الميادين العامة في المحافظات ورفع كفاءة الطرق والأرصفة وأشارت الوزارة إلى أن الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية للعام المالي الحالي 2021-2022 تتضمن تخصيص 19 مليارا و800 مليون جنيه لدعم الاحتياجات العادلة والطارئة للمحافظات ومنها تطوير الحدائق وتحسين البيئة ومد شبكات القهرباء والإنارة ورصف الطرق عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ورشة عمل تحت عنوان إعادة البناء بشكل أفضل فيما بعد كوفيد-19 وأثر التغيرات المناخية على التنمية المستدامة وتأتي الورشة كجزء من الجهود الوطنية التي تبذلها مصر في بناء القدرة على مواجهة الكوارث الحدي من مخاطرها على خطط التنمية المستدامة دعماً لرؤية الدولة الاستراتيجية 2030 ودفع سبل التنمية المستدامة أقيمت ورشة عمل تحت عنوان إعادة البناء بشكل أفضل فيما بعد كوفيد-19 وأثر التغيرات المناخية على التنمية المستدامة والتي نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث وبمشاركة واسعة لعدد كبير من ممثل الجهات الحكومية المعنية والشركاء الدوليين ولفيف من الخبراء والمتخصصين هذا مؤتمر مهم جداً زي مستوى رفيع بيدرس تحركات الدولة الحالية والمستقبلية والخطط في الفترات القادمة سواء على المستوى القريب أو المتوسط أو البعيد في إدارة الأزمات وكيف هي توضع استراتيجية قومية للتعامل مع هذه الأزمات سواء على أزمة زي الوباء العالمي بتاع كورونا الحقيقة الذي أدير الحياة باحترافية كبيرة جداً سياسية وطبية واقتصادية واكتماعية تأتي هذه الورشة كجزء من الجهود الوطنية التي تبدلها مصر في بناء القدرة على مواجهة الكوارث للحد من مخاطرها على خطط التنمية المستدامة من خلال دمج الأخطار البيولوجية وكذلك أسلوب التكيف مع تغير المناخ في السياسات والخطط والبرامج على جميع المستويات الدولة المصرية حريصة دائماً أن تواكب في إطار تخطيطها الاستراتيجي كل ما هو حديث فيما تعلق بالحد من المخاطر وهنا نحن كمركز معلومات دعم تخص القرار نتعاون مع المكتب الإخليمي لأمم المتحدة لحد مخاطر الكوارث لبحث كيفية التعامل مع المخاطر المتعددة سواء كان مخاطر كوفيد-19 أو مخاطر تغير المناخ نحن نطوم حالياً بالدعم في أعداد أو تحديث الاستراتيجيات الوطنية بأن تشمل أو تدرج فيها مواضيع الأخطار البيولوجية ومنها الكوفيد-19 وتذلك الدعم على المستوى المحلي في إعداد خطط أو استراتيجيات محلية لحد مخاطر الكوارث تأخذ في الحسبان مواضيع الكوفيد-19 أو الأخطار البيولوجية كانت جهود الدولة خلال الفترة الماضية قد أصفرت عن وضع رؤية وطنية لتنمية مستدامة لتحقيق الأهداف الأممية في هذا الصدد في عدة مجالات وكذلك إصدار استراتيجية وطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها وفق أحدث المستجدات العالمية أحمد الحسيني التلفزيون المصري تتواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الثالثة والخمسين وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا من هناك مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم أهلا بك جرمين إذن ما هو الجديد لديك في اليوم الرابع لمعرض القاهرة الدولي للكتاب نعم بعد التحية نتابع معكم فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الثالثة والخمسين من هذه النسخة التي تقام في موعدها بعد نسخة سابقة يعني أقيمت في شهر غير الوقت المخصص لها نظراً لتدعيد فيروس كورونا ولكن عادت هذه النسخة مرة أخرى في شهر يناير في هذه النسخة بتحل اليونان كضيف شرف للمعرض هذا العام أما عن شخصية المعرض فكانت الكاتب يحيى حقي وأيضاً تم اختيار الكاتب عبدالتواب يوسف كشخصية معرض كتاب الأطفال الحقيقة هذه النسخة هي نسخة مختلفة عن النسخات السابقة نظراً لاستحداث عدد كبير من الأنشطة في هذه النسخة فتم إطلاق مشروع الكتاب الرقمي عن طريق الهيئة المصرية للكتاب والذي بدأ بموسوعة مصر القديمة إلى جانب عدد من الكتب الأخرى أيضاً الجديد في هذه النسخة هو استحداث واستخدام وسائل التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي فبيتم عرض شخصية الكاتب يحيى حقي وهو شخصية المعرض هذا العام بتقنية الهولوجرام عن طريق التفاعل المباشر مع الجمهور عن طريق شاشات لمس أيضاً تم استحداث جائزة أفضل نشر عربي في هذه النسخة يعني إذا حدثنا أيضاً عن الجديد هذا العام فهو كان المنصة الرقمية تم إطلاقها في النسخة السابقة ولكن الجديد فيها هذا العام هو إتاحة فرصة الشراء الكتب أونلاين وأيضاً توصلها لأي مكان داخل أنحاء مصر عن طريق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة البريد المصري مساحة ضخمة للمعرض نحن نتحدث تقريباً عن يعني ما يقارب من ثمانين ألف متر مربع مقصمة لخمس قاعات منهم قاعة مخصصة للإصدارات الخاصة للأطفال وهو أيضاً شيء جديد تم استحداثه في هذه النسخة إلى جانب دور النشر وأيضاً الأجنحة الخاصة بالهيئات والوزارات فكنا نتواجد في الجزء والجنحة الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي منذ قليل وهناك عدد من الأنشطة التوعوية ونشر أيضاً كل البرامج التي تقدمها وزارة التضامن للمواطنين هناك إقبال كبير من المواطنين وستسلات تقدم لهم وخاصة نعم جرمين شكراً جزيلاً لك جرمين إبراهيم ورسلة التلفزيون المصري كنت معنا من معرض الكتاب والآن متابعة لأهم الأخبار الاقتصادية مع رغدة أبو ليلى إليك رغدة أهلاً بك شكراً لكم إلهم نمر وأميمة المن إلى أخبار المال والأعمال محلياً وأيضاً عالمياً أهلاً بكم استقبل رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع وفداً من مساعد عضاء الكونغرس الأمريكي ضمن زيارتهم لمصر وذلك بمبنى المارينة الجديد شرق القناة بمحافظة الإسماعيلية تأتي زيارة في إطار التعاون بين هيئة قناة السويس ووزارة الخارجية واستمراراً لجهود الهيئة في التعريف بمستجدات المشروعات التنموية لقناة السويس وخلال اللقاء أطلع رئيس الهيئة الحضور على نظام الملاحة في قناة السويس وما حققه مشروع قناة السويس الجديد من مزايا ملاحية عديدة حيث سمح بعبور السفن في اتجاهين دون انتظار مؤكداً على الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها القناة بالمجتمع الملاحي وما تشهده من تطورات غير مسبوقة على كافة الأصعادة أنهت البورسة المصرية تعاملات اليوم أولى جلسات الأسبوع على تراجع للمؤشرات بدغوط مبيعات أجنبية وسط أحجام تداول منخفضة وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 737.3 مليار بنيها وعلى صعيد المؤشرات فتراجع مؤشر EGX30 بنسبة 37% ليغلق عند مستوى 11457 نقطة كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 21% يغلق عند مستوى 2112 نقطة وهبط مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 51% يغلق عند مستوى 3093 نقطة تباين أداء أسواق الأسهم بالخليج في الوقت الذي حوم فيه المؤشر السعودي بالقرب من أعلى مستوى له في 15 عاما وسط ارتفاع أسعار النفط وصعد المؤشر السعودي الرئيسي بنسبة 17% مع ارتفاع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية السابق بنسبة 1.5% وسهم شركة النفط العملاقة أرامكو 17% نهاية الأخبار الاقتصادية عودة من جديد إلى إلهام وأميما إليكم شكرا لك يا رغد أبو ديلا وبأخبار الاقتصاد مشاهدين الكرام تنتهي نشرة أخبار الساعة السادسة والآن إلى العنوين الرئيس السيسي وجهه ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من القضايا المتأخرة بالمحاكم خلال العام القضائي الجاري ومدبول يستكمل متابعة خطوة تدقيق البيانات وحوكمتها بشأن هيكلة منظومة الدعم خلال اجتماعهم التشوري بالكويت ووزراء الخارجية العرب يناقشون الوضع العربي والتدخلات الإقليمية نهاية نشرة السادسة شكرا للمتابعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة